اشهد الفريق اول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باتاحة المجال للتطبيق الفعال احكام القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة وتوفير البرامج التأهلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم والذين يتوخى اصلاحهم من خلال تفاعلهم الايجابي مع محيطهم المجتمعي واشار معالي الوزير الى ان هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة الانسان واحترامه وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الامن والسلم الاجتماعي وان هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة يكرس دعائم الاسرة ويهدف الى اصلاح المحكومين بما يتلأم مع طبيعة الجريمة دون المساس بحقوق المجن عليهم والمتضررين منها باعتبار ان العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وارساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها بما يعزز مقومات الامن المستدام تحقيقا للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة باعتبار ان السجناء جزء من اي مجتمع ويتطلب الامر اعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الامل من جديد في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم وهذه هي الغاية الاصلاحية الاسمة التي ارادها جلالته حفظه الله من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس المسئولية واشار معاني الوزير الى ان وزارة الداخلية تعمل على تطوير اليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وبخاص المراقبة الالكترونية بالتنسيق مع الجهات الذات العلاقة للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم فضلا عن التأثيرات النفسية والاجتماعية والاعباء الاقتصادية التي تتحملها اسر المحكوم عليهم واكد معاني الوزير بان هذه التوجيهات الملكية السامية قد جاءت من اجل ترسيخ روح التسامح والمحبة وحس المسئولية تجاه الاسرة والمجتمع ولهذا تقع علينا جميعا المسئولية في تنفيذ هذه التوجيهات السامية وان يكون المواطن شريكا في تهيئة السبل الكفيلة لانجاح هذه الفكرة الانسانية وتحقيق الغاية منها لتعود بالنفع العام على الوطن والمجتمع واضح معالي بان تنوع التشريعات البحرينية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة يجعلها في صدارة تطبيق مثل تلك التشريعات مما يشكل علامة فارقة من علامات المجتمع البحريني المتحضر ويكرس السياسة الاصلاحية العقابية الحديثة التي تنتهجها مملكة البحرين في حفظ الامن المجتمعي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا اشتركوا في القناة